اه للأسف الزمالك مقدرش ياخد بطولة أفريقيا وفي عدة أسباب حنتكلم فيها النهاردة ولكن عايز أتكلم إن النهاردة كان كل حاجة حلوة في ستاتبورج العرب مع عدة النتيجة يعني جماهير كانت جميلة جداً وجماهير نادي الزمالك دي حاجة بصراحة ما تتوصفش ناس جمال بيحبوا ناديهم وبيحبوا الكيان وبيحربوا عشان ناديهم لعيبة نادي الزمالك النهاردة كانوا رجالة الجهاز الفني لنادي الزمالك كابتن مؤمن سليمان وكابتن محمد صلاح كانوا رجالة وكابتن أيمن طاهر وكابتن علاء عبدالغاني وكابتن سماعين يوسف حاولوا بشتى الطرق إن هم يعالجوا أخطاء المباراة الأولى خلي بالكو الزمالك خسر البطولة من مباراة الزهارة ما فيش فريق كبير فريق عايز يكسب بطولة يخسر 3-0 المباراة الأولى فالزمالك خسر البطولة من المباراة الأولى النهاردة الزمالك كان رائع وهائل وخلي بالكو الزمالك حصل بعض الأخطاء اللي خلت نادي الزمالك ما يكسبش بطولة أفرق أخطاء من داخل الملعب وأخطاء من الخطوط وأخطاء أيضا من إدارة نادي الزمالك خلينا نكون معترفين إحنا هنا أنتوا عارفين أنا ما بعرفش أجامل كلنا كنا مع الزمالك وعلى قلب واحد وبنشجع الزمالك والنهاردة عادنا نعيط يعني من تأثورنا اللي إحنا عايزين الزمالك يكسب البطولة كنت أتمنى إن جماهير نادي الزمالك تفرح الجماهير الكبيرة اللي كانت جوه الملعب واللي خارج الملعب وقدام التلفزيونات لكن حصل بعض الحاجات اللي خلت الزمالك ما ياخدش البطولة وخلي بالكو يعني البطولة ليها مقاومات الزمالك عنده فرقة جامدة ولكن فترة الانتقالات الصيفية السنة دي الزمالك ماشى لعبة كتير كان هو محتاجهم في بطولة أفريقيا واللعبة دول متأيدين أفريقيا يعني الزمالك ماشى حمد طلبة ماشى حزم إمام والاتنين دول كانوا مهمين جدا وكانوا مقايدين أفريقيا دول البكات رايت يعني الزمالك مكمل من الدور قبل النهائي للبطولة بدون ظهير أيمن صريح وبدون ظهير أيصر صريح كان حمد طلبة وحزم إمام ومحمد عادل جمع برضو رغم أنه كان ما كانش في قمة مستوى مع نادي الزمالك ولكن كان مقايد أفريقيا فلما الزمالك استغنى على عدد كبير من اللاعبين المقايدين أفريقيا بقى الزمالك بيلعب ب14 لعيب وبقى فيه مراكز ضعفة في الملعب بقيت أخد أحمد توفيق اللي هو هاف ديفندر أحطه باك رايت واجيب رمزي خالد اللي هو بيلعب على قدام وسط مهاجم أروح ملعبه باك ليفت أو باك رايت فكان فيه أخطاء حصلت وده خطأ كبير وخطأ نقدر نقول استغناء عن لعبين في نادي الزمالك كانوا مقايدين أفريقيا كنت ممكن أتمسك بيهم لغاية يناير لو أنا عايز أمشيهم عشان أكمل بطولة أفريقيا إن بطولة أفريقيا كانت حلم بالنسبة لنادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك ولينا كمصريين كنا عايزين الزمالك يلعب في كاس العالم الأندية وعايزين الزمالك يمثل مصر في كاس العالم الأندية وعايزين الزمالك ياخد فلوس الفوز بطولة أفريقيا مليون وخمسمائة ألف دولار المشاركة في كاس العالم الأندية كل مباراة بمليون دولار فيعني الحمد لله في الآخر ولكن دايما أي نتيجة بنوصل لها بيبقى لها أسباب الأسباب زي ما بقول لكم أول حاجة استغناء عن لعيبة مهمين جداً وفي مراكز مهمة جداً في نادي الزمالك ثانياً الخطأ الكبير لنادي الزمالك في مباراة الزهاب في جنوب أفراقيا وده أخطاء فنية دي بقى من الجهاز الفني للنادي الزمالك ولازم نقول ومش عايزهم يزعلوا مني النهاردة الجهاز الفني كانوا رائعين في خطط المباراة وكل حاجة لكن احنا بننتقد وبنقول ايه الأسباب اللي احنا ما خدناش بها بطولة أفراقيا مباراة الأولى أخطاء فنية في التشكيل أخطاء فنية في طريقة اللعب قدت إلى خسارة نادي الزمالك 3-0 أنا شايف إن لعيبة الزمالك يعني كويسين النهاردة أنا مبسوط من أداء الزمالك ويمكن لو كان في شوية توفيق زيادة كان ممكن نقدر نحرز هدف أو هدفين بدري شوية ونخش في المباراة يعني النهاردة لو تفرجنا على المطش كده كويس طبعا عايز أتكلم يعني هتكلم فنية لكن عايز أتكلم على الصورة الحلوة اللي خلتني من جوة بتقلم لها صورة جماهير نادي الزمالك بتقلم من الحزن اللي هما ما خدوش البطولة أنا كنت عايز الناس دي تفرح إن جماهير الزمالك بالذات بالذات يعني بقول جماهير الزمالك بالذات إن هي عانت مع نادي الزمالك فترات كبيرة الزمالك 14 سنة ما ياخدش بطولة أفراقيا من 2002 شوفوا بيحبوا الزمالك قد إيه شوفوا لما جات لهم فرصة إن هما يقدوا دورهم في المدرجات ويشجعوا الزمالك ويدعموا الفريق ما تأخروش الناس سفرت وحربت عشان يعني الناس حربت عشان تاخد تسكارة ماتش وتخش الستاد النهاردة أنا كنت شايف 70-80 ألف متفرج في استاد برج العرب وجمهور الزمالك رائع 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 يعني أنا دلوقتي حاسس أنا جوايا زعلان وبابكي من جوايا كده وطبعا على خسارة نادي الزمالك اللقب وكنت أتمنى إن الزمالك تبقى السادسة وأيضا زعلان على جمهور الزمالك اللي مفرحش النهاردة اللي كان نفسي يفرح ونفسي يتبسط ولكن برضو خلينا نقول في الناحية التانية سانداونز قدر يعمل المبارة أولى بشكل كويس جدا ويكسب ثلاثة وده صعب الأمور كتير قوي عن نادي الزمالك إحنا كان جوانا أمل وبنقول يا رب نقدر نعوض في مباراة العودة هنا في القاهرة أو في ستات برج العرب ولكن من جوانا إحنا بتعكورة عارفين إن الموضوع صعب جدا عارفين إن ثلاثة صفر يعني نتيجة كبيرة جدا النهاردة أنا أشوف هو الرغم اللي إحنا خسرنا البطولة وكل حاجة لكن شابوا برافو جمهور نادي الزمالك برافو جهاز الفني نادي الزمالك النهاردة اكتعدوا وعملوا طريقة كويسة في ضوء المتاح من اللاعبين والإمكان الموجودة برافو لعيبة نادي الزمالك اللي قتله النهاردة في الملعب وبيلعبوا فريق مميز وأنا بقول فريق مميز فريق سانداونز ولكن بصراحة هو مش فريق بطل يعني هو ما يخوفنيش مش الفرق اللي تخوفني لكن إحنا أخطأنا في المباراة الأولى مباراة الزهاب إن ما فيش زي ما قلتلكم ما فيش فريق كبير يتغلب تلاتة وبيلعب على نهاء بطولة لكن النهاردة لعيبة رجالة بداية من جنش الراجل الحارس المميز جدا علي جبر جيم كبير قوي النهاردة أحمد ديودار جيم كبير قوي رمزي خالد جيم كبير قوي رغم إن كان عنده أحسن من كده بس هو الولد يعني ما بيلعبش كتير فمش قادر يوصل لسه للتوب فورم معروف يوسف النهاردة موت نفسه طارق حمد في نص الملعب حاجة تفرح حاجة تفرح أحمد توفيق برضو كان متأثر شوية بتغيير مركزه كتير بشوية بيلعب باكرايت وشوية بيلعب هفد فندر فما كانش في مستوى كبير اللي احنا عارفينه لكن الراجل اجتعد وحاول أي منحي في نهاية المصطفى فاتحي النهاردة موت نفسه ستانلي موت نفسه كان بيرجع يدافع لغاية التمنتاشر بتاعتنادي الزمالك بس المرسي يعني عايز أقول آه موت نفسه كل حاجة لكن كان في بعض الكور كده لو كان زكي شوية وقطع قبل المدافعين كان ممكن تبقى أهداف يعني فيه كورتين النهاردة كان لازم بس المرسي حطهم لكن بقول في الآخر هي دي كورة وهي دي الرياضة لازم نتقبل ونقول مبروك لفريق سانداونز ونقول هارد لك لنادي الزمالك والخسارة بتاعت النهاردة دي مش نهاية العالم بالعكس دي بداية لنادي الزمالك اللي هو تعلم من أخطاقه وتكون بداية للزمالك إن شاء الله السنة الجاي حيلعب مع النادي الأهل في دوري أبطال أفراقيا فدي تكون بداية لنادي الزمالك وخلي بالكو الزمالك بقاله فترة كبيرة جدا جدا يمكن 14 سنة ما وصلش للنهائي شوفوا مش ماكسبش البطولة لا ما وصلش للنهائي فنقول الحمد لله في الآخر الحمد لله وطبعا زعلانين يعني إحنا قاب نحمد ربنا وكل حاجة لكن من جوانا زعلانين طبعا إحنا يعني مش قابلين غير البطولة ولكن هي دي أنا كل شوية أقول هي النتيجة بتاعت المباراة الزهيب 3-0 طيب خليل الشمال لانجرمان اللي هو الزهير الأيصر جوزيف لانجرمان والحارس أونيانجو اللي تعور وخرج ونزل مكانه للحارس البديل وصماهورو والراجل الثاني اللي هو جنبه تابو تيتي ده اللي هو الرقم أربعة المباراة بدأت طبعا بهجوم ضغط جدا من نادي الزمالك الزمالك ضغط بشكل كبير جدا في البداية بس الحاجة طبعا اللي خلت الزمالك مخنوق شوية في بداية المباراة إن فريق سانداونز كان بيضغط على الزمالك من قدام فالزمالك ما كانش قادر إن هو يبني هجمة كان كل اللعب يعني شوية مخنوق في نص الملعب وفريق سانداونز كان زكي جدا على فقر راجل اسمه بيتسو موسيماني المدير الفني لسانداونز بيضغط على الزمالك من قدام ما بيخليش الزمالك ياخد فرصة إن هو يبني هجمة ويطلع بالكرة بشكل صحيح حاول نادي الزمالك لغاية ما جاتت دقيقة 12 كرة عملت لستانلي وساناتها استانلي توت منه سنة حاب يلحقها ويحطها في المرمى دوبك جات جنب القائم دي كانت فرصة خطيرة جدا وكانت لو كانت هدف الكرة دي أو كان سانلي عرف يحرز هدف كان هتفرق مع الزمالك كتير لأن كان يبقى هدف بدري والزمالك لكن طبعا الزمالك كان هو المستحوز وهو يعني اللي بيضغط على فريق سانداون لكن الهجمات المرتدة في الشرط الأول كانت خطيرة جدا خمب الياد تعب لعيبة نادي الزمالك لفور تبع تأتعب لعيبة نادي الزمالك دولي كيجان دولي ده رقم 7 تعب لعيبة نادي الزمالك اللي هم بيعرفوا يتحولوا من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية بشكل رائع فريق سانداونس وبشكل سريع جدا وبيحتفظ بالكرة وبيبقى فيه زيادات ولكن الحمد لله تصدى لكل الكور دي جنش حارس المرمى اللي أنقذ مرمى من هدفين وأيضا علي جابر وأحمد ديودار وطارق حامد اللي كان في نص الملعب بصراحة بيلعب برجولة كبيرة جدا ومجهود كبير جدا فضلنا نحاول 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 لغاية ما جات كرة تانية كرة تلعبت بالعرض زحلقها كده بدماغه بس مرسل أحمد توفيق وأحمد توفيق شاطها كوية جدا ويطلحها حارس المرمى دولي الفرستين اللي جوم لنادي الزمالك في الشوط الأول لكن بقى ده جيد لنادي الزمالك طبعا هم فريق سانداونز كانوا مقفلين المساحات كويس قوي وراء يعني كانوا متكتلين ومقفلين المساحات كويس وبعدين كان عندهم ميزة زي ما قلتلكم ما بيطفشوشوا الكورة بياخدوا الكورة ويطلعوا على الأرض لغاية ما يوصلوا المرمى نادي الزمالك فكان بيبقى فيه طبعا مساحات في دفاع نادي الزمالك إن الزمالك كان كله ضغط ومهاجم فوضع طبيعيا إن يازم يكون فيه مساحات الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0 ويمكن من نجوم الشوط الأول مصطفى فتحي اللي عمل مجهود كبير جدا وستانلي اللي عمل مجهود كبير أي منحفني برضو حاول يعني بصراحة أنا يعني مش قادر أقول إن فيه لعيب كان وحش النهاردة بالعكس كل اللعيبة كانوا كويسين وقتلوا وحاولوا وعملوا كل حاجة ولكن طبعا إحراز الأهداف كان هو الفيصل ما كناش عارفين نجيب جول في الشوط الأول الشوط الثاني بدأ الزمالك برضو ضغط فريق سانداونس خلاص بقى استسلم للدفاع تماما يعني بقى خلاص وقفين في نص ملعبهم وحتى مش قادرين يعملوا الهجم المرتد بدأوا يطفشوا الكورة فدايما كان نادي الزمالك هو اللي معاك كورة لغاية ما جات الدقيقة 12 مصطفى فتحي عدى بشكل كويس جدا من ناحية اليمين وعملها لستانلي استانلي زق من برة 18 ورح حاطت وش رجله جامدة وقدر استانلي يحرص دي كورة لما بقولها لكم اللي هي تاستانلي اللي في الشوط الأول اللي ضاعت طولت شوية لغاية ما استانلي أحرز الهدف الأول وبدأ الأمل يرجع تاني لنا كجماهير وكمشجعين وكلعيبة إن الزمالك تقدم واحد سفر وبدأ الأمور تتقرب كتير جدا في الوقت ده كابت المؤمن سليمان تدخل ونزل شيكابالا وطلع رمزي خالد وبدأ يبقى أحمد توفيق هو الباك رايت وشيكابالا بيلعب ناحية الليمين على أساس إنه يقدر يعمل جابها كويسة من ناحية الليمين في وجود بقى طريق حمد في الهف دي فندر في وجود كمان استانلي وأيمن حفني وباس المرسي وضيعنا فرص كتير والله يعني باس المرسي فيه كورتين لو بس كانت حرك كده وقطع من قبل المدافعين كانوا هيبقوا هدفين سهلين جدا لغاية برضو ما جات كرة تانية من شيكابالا اتعاملت وراحت لمايوكا مايوكا اتعاملت بالعرض حلوة أو ناحية الليمين مايوكا حطاها بدماجه والكلام ده كان في الدقيقة 84 وكلما الوقت بيعادي طبعا لعبة سانداونز بتتماسك ولعبة الزمالك يعني مش بقول إحباط ولكن بيبقى الأمور أصعب بالنسبة له ضيعها مايوكا كان فرصة كان يبقى الهدف التاني في الدقيقة 85 ضاعت من مايوكا وبدأ الفريق سانداونز يستهلك الوقت لغاية ما المباراة انتهت بفوز سانداونز بفوز الزمالك طبعا 1-0 ولكن فوز فريق سانداونز باللقب الأفريقي زي ما قلت هارد لك ناس اكتهدت وحاولت ولكن احنا خسرنا البطولة من المباراة الأولى اللي كانت فيه جنوب أفريقيا وخسرنا 3-0 وطبعا مافيش فريق عايز ياخد بطولة يخسر 3-0 فيه المباراة الأولى فالأمور كانت صعبة النهاردة وبرضو ما كانش فيه توفيق فأكتر من كرة كانت ممكن تقربنا أكتر من النتيجة